أعلنت كوريا الجنوبية يوم أمس أنها أجرت مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة شملت قاذفات استراتيجية أمريكية واحدة على الأقل من طراز بي 52 اتش قادرة على حمل أسلحة نووية وتنظر كوريا الشمالية إلى مثل هذه المناورات على أنها تدريبات لغزوها وقد ردت عليها مؤخرا بسلسلة من تجارب الأسلحة المحظورة كما أجرت بيونجينغ في الأسابيع الأخيرة ما وصفته وسائلها الأعلامية الرسمية بأنه اختبار لتوربيد مسير قادر على حمل سلاح نووي تحت الماء